النهاردة قلت هل عب لعبة مع فريد إعداد ومع حضراتكم أنا مش عايز أسأل أنا عايز أكتشف الأسئلة عشان نفع السادة المشاهدين يعرفوا لأ على شبال ده حاجات وكواليس من عنده أستاذ رامي رجب والعلمين ده حاجات من كواليس أستاذ حامد وجدي أنا زي زي حضراتكم هفتح الكروت دي الأول مرة وأعرف الكواليس ونسأل عن تفاصيلها معاهم ونكتشف مع بعض شوية كواليس حلوة عشان يبقى محضرين برضو لحضراتكم بدلا ما نخش نفاجئكم نبدأ من عندك؟ نبدأ يا رب بيستر السيدة عودة طريق حامد وكوكا ليه المنتخب وده برضو كان سؤال في بالي طريق حامد تحديد صحيح خلينا أقول الفترة اللي فاتت دي إن كان فيتوريا كان متحفظ شوية على اللعبة كبار السن وده اللي حصل مع عبدالله سعيد الرجل كان معجب بيه جدا ولكن لقى سنه 37 سنة عشان يعمل خطة طويلة الأجل هيبقى عنده 41 سنة في 2026 هو عنده تحفظ كبير جدا على اللعبة كبار السن أو كل ما تحت موليد 9 ده هو كام يعني؟ بيعد التلاتين طريق حامد طريق حامد هو تحت التلاتين تحت تمام موليد 88 ولكن طريق حامد صحيح ولكن الفترة اللي فاتت دي الرجل شاهد له عدد كبير مبارات مبارات مع المنتخب الفترة اللي فاتت دي شاهد له مبارات مع التحاد جد السعودي وأعجب بإمكاناته جدا 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 واللي ساهم فيه أنه هو يتواجد فيه القيمة النهيئة للمنتخب الوطني عدم موجود يمكن إصابات كتيرة في هذا المركز بتاعه دونجة طبعا إصابة خرج من معسكر المنتخب عمرو الصلالة منضم بسبب الإصابة محمد النيني لم ينضم بسبب الإصابة فده يدي فرصة كبيرة جدا تفتكر فيتوريا معنش عندك معلومة بدأ ده توقع يعني هل توصل معنونه سانتو المدير الفاني لتحاد جده والاتنين برتغاليين ممكن يتكلم معه بشكل مباشر ويسألوا على طريق حامد طبيعي 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 طالما برتغالي والدنيا بالنسبة له سأل أكيد أرقامهم مع بعض أكيد بتواصله مع بعض بيعرف منه الحالة الفنية لطريق حامد وطريق حامد يمكن الناس كتير كانوا بتقولوا أنه راجل بعيد عن المستوى قاعد فترة طويلة بعيدة ولكن ميزة طريق حامد عنده قوة روحة يعني عنده موضوع الروح ده عالي جدا 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 بيرجع في أي وقت وعنده روح قطالية في الملعب أحمد حسن كوكا آخر فترة مع المنتخب كان زعلان جدا وكتب على تويتر أنه كان حابب يبقى موجود في المنتخب كوكا مشكلته أنه ما بيسغلش الفرصة يا أسكرين فترة اللي فات الدين كان آخر هدف أحرازه مع المنتخب ممكن من خمس سنين فبالتالي كل المداربين اللي تولي المهم حتى كوبر كوكا قاعد مع المنتخب لحد المشاركة في كاس العالم في روسيا وتم استبعاده بسبب تحفظ كوبر عليه وبالتالي برضو نفس الأمر حصل مع المداربين اللي تولوا مهمة المنتخب خلال السنوات الماضية أعتقد الفرصة الأخيرة لكوكا في المعسكر ده لو كان فيه تحفظ كبير برضو أنه يضم وكان فيه خلاف داخل الجهاز الفني أنه يضم كوكا ولكن الرجل قال خلاص أنا عاوز أشوفه قدامي في المطشين اللي جايين وأعتقد لو كوكا ما استغلش الفرصة بشكل كويس جدا في المعسكر ده هتبقى أموره صعبة جدا خاصة أن الفيتوريا عنده خطة طويلة الأجل لمدة أربع سنوات فبعد أربع سنوات الأمور هتبقى صعبة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة